فيلم وثائقي حول بدايات فرقة بيتلز سيبصر النور قريبا على ما أعلن المخرج الأمريكي رون هاورد الحائز جوائز أوسكار وقد أوضح القيمون على الفيلم الذي سيبدأ تصويره قريبا أن عضوي الفرقة الذين لا يزلان على قيد الحياة بول ماك كارتني ورينغو ستار تعونا بالكامل مع المشروع وكذلك فعلت يوكو اونا وأوليفيا هاريسن أرملتات جون لانين وجورج هاريسن وسيروي الفيلم بروز الشبان الأربع من بداياتهم في نادي كافرن كلاب في ليفربول في إنجليترا وصولا إلى أول ظهور لهم عبر التلفزيون الأمريكي خلال برنامج أد ساليفن شو في العام 1964 الذي أطلق حم البيتلز في الولايات المتحدة والعالم وقال هاورد إنه متحمس جدا للعمل مع أبل كوربس بشأن هذه القصة الرائعة لأربعة رجال شباب غزوا العالم في العام 1964 معتبرا أن تأثيرهم على الثقافة الشعبية والتجربة البشرية التي شكلوها كانت كبيرة جدا